موسيقى مساء الخير النهاردة هنتعلم نعمل صنية سردين بالفرن تعالوا نشوف المقادير تقريبا كيلو الى ربع سردين النوع ده مستورد لان هنا مش متوفر السردين بيجلنا اكياس مفرزة الكيس تقريبا كيلو الى ربع ممكن هنا استخدم كيس واحد او اتنين حسب عدد افراد الاسر ده انا نضفته مهمة قوي السمك المفرز لازم يتنظف لان معروف صواني السردين بيتعمل بحاله من غير تنظيف لكن عشان مفرز لازم انظفه وانا بنظف السردين بنظفه بحرص يعني القشرة بشيله بس بايدي كده تحت المية ماينفعش سكين عشان بيتهري بسرعة وفي نفس الوقت بحاول اشيل البطن احيانا بنلاقي بطارخ جواه بحتفز بيها بعد ما نظف السمكة واشطفها كويس وصفيها طبعا من المية هضيف على الصانية بصلة كبيرة مبشورة نص راستوم متقطع قطع صغيرة او ممكن مطحونة دولة تقريبا ست فصوص كبار حوالي اتنين قرنفلفل شطة بصلة متوسطة متقطعة شرايح لمونة كاملة كبيرة حوالي اربع معالق كبار زيت بالنسبة للتوابل معلقة كبيرة كوزبرة نشفة مطحونة معلقة كبيرة كامون مطحون معلقة صغيرة ريحان او ممكن زعتر اللي متوفر عندنا معلقة ونص صغيرة ملح نخلي بالنا من الملح لان بعض انواع الاسماك بتقبع ملحة شوية بالذات الاسماك البحرية معلقة كبيرة عسل نحل ومعلقة كبيرة مستردة لو ما عندناش مستردة معجون ممكن مستردة بودرة هتابة معلقة صغيرة دعالوا نشوف الطريقة بالنسبة للصانية اللي هستخدمها طبعا صانية صغيرة لان ده كيلو الى ربع بس الاول هافرش الصانية بالبصل اللي انا مقطعها وبعد كده ابتدي اخلط بقية المقادير التوابل والتوم والبصل والعسل والملح والبصل وعسل النحل والمستردة عسل النحل والمستردة بيضيع زفارة السردين بعد كده اعصر عليها نصف لمونة وطبعا مرميش القشرة بعد كده اقلبها كويس قوي وبالنسبة لقرنين الفلفل اقطحهم كده كم قطعة وبعد كده ابتدي ارص السردين بطريقة منظمة وفي نفس الوقت اقحش بطنه بنفس الخلطة دي هاخد واحدة واحدة وحط لها جزء من الخلطة املى البطن بتاعته بالشكل ده وابتدي ارصها بطريقة بحيث ان الخلطة متتقلبش في الصانية بالطريقة دي مثلا احاول اوقفها لفوق كده كده انا حشيت السردين كله وحطيته في الصانية زي ما احنا شايفين متوزع كده بحيث ان هو يبقى شكله منازم فيه كمية فضلت من الخلطة هاوزعها عليها من فوق وفي نفس الوقت هابتدي ارص الفلفل وخدت نص قشرة اللمونة وهحطها بين السمك وبرده الفلفل بين السمك بس طبعا ما قطرش يعني كفاية قشرة نص للمونة وبعد كده اعصر بقيط نص اللمونة اللي فضله اوزعها على السمك وابتدي احط الزيت تقريبا اربع معالق كبار ما زودش عشان نوع السمك ده السردين او السلمون او الانواع السمك اللي فيها اوميجا سري هي نفسها هتنزل دهون في قلب الصانية هي كده صانية جاهزة احطها في الفرن على طول هحطها على درجة حرارة 350 فهرنهايت يعني تقريبا 180 درجة مقوية هسيبها لحد ما يبتدي الاقي الوش يبتدي يحمر بس اخلي بالي ما تنشافش مني ممكن تقعد نص ساعة او اكتر في نفس الوقت ممكن اغطيها واشيلها في التلاجة لتاني يوم ممكن تتشرب الخلطة وطبعا اكيد هيبطعمها احلى لكن انا هسويها النهاردة صانية السردين استوت تقريبا 45 دقيقة في الفرن انا ما ولعتش الشوية بس نلاحظ ان الوش احمر وبردو فيها سوس يعني ما استناش لحد ما تنشاف هقدمها دلوقتي وهي سخنة وبتتقدم مع رزة ابيض وصلطة خضرة السوس اللي كان موجود في الصانية صفيته وحطه على الروز بالهنة والشيفة اشكركم جدا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة